السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كل عام انتو طيبين ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض البسبوسة بسم الله تلت اكياس يا حبيبي زي دا كله تلت اكياس زي دا بسم الله بسم الله كده يا حبيبي دلوقتي هنفضل بسبوسة هوا هدي كيف هدي كتانه هدي كتانه هدي كتانه هدي كتانه بسم الله كيز بكنج بودر يا حبيبي هدي معلقتين جوز هندي ناعم معلقتين كبريحة دا لو عادي لو عندكم ما بتحبوس الجوز الهندي ساعد موسك ساحبيبي موسك زي بدي مج مجات زبدة صفرة وصيحتة هدي المج دول تلات اكياس يا حباي ودي اللبن اللي بيبقى فاخر الزبدة ما غمقتوش خلته اصفر وحلو لبن خلصة اللي بيبقى فاخر الزبدة هحطه عليها برضو بسم الله ونحط يا حباي باربع معلق سوك هنبسها كده في السمنة الاول وبعدين نحط الزبدة او اللبن لو زبدة عادي ينسى يبقى حلو واللبن تبقى حلوة برضو باللبن هي هي يعني ما بتفرش حاجة المتاح عندوك يا حبايب ما عندوكوش بقى زبادة تقولوا يا ما في الزبادة ده مش هتنفع ده هتبقى مش حلوة ده طعمها مش هيبقى كده مش هيبقى حلوة لا يا حبايب هتبقى حلوة واخر الجماعة احلى بزبوسة دي ولا ايه حبايب لازم نوزع السمنة في الأكياس البزبوسة كلها كده ودلوقت يا حبايب وزعنا السمنة هتبقى مجن لبن زايدة تبقى مجن لبن زايدة تبقى بسم الله مجنة 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 اشتركوا في القناة 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 هنعمل السكر البزبوسة. حطنا اربع كبات مية من زي بالحجم ده كده. وهنحط ست وميت جرم سكر. عاملة سكر كتير كده يا حبيب عشان عاملة ثلاث اكياز نص لامونة. ودي يا حبيب السكر بيتعمل اهو. هنحط عليك سين فانيليا. هنسيبه لما يغلب الفانيليا شوية وندفع عليك. ودي حبيب السكر خلصة اهو. للوقت اما يبرد بقى هنسق البزبوسة. اما البزبوسة تطلع من الفرن. ودي حبيب البزبوسة بعد ما طلعت من الفرن اهو. هنزوقها مع بعض. البزبوسة دي حبيب حمرت من تحت. لقبتها محمرتش من فوق ولا اعطي عليها الشوية دقيق تاني. بسم الله. بسم الله. يا حبيب ايه الجمال دي? ماشاء الله. ماشاء الله على الجمال دي. والريحة ايه حبيب? حلواني وعندي البزبوسة بالسمن البلدي ومبسوسي. عنا بويا و جدي موروسي. ايه الجمال دي? ماشاء الله. بسم الله ما شاء الله. الوقت يا حبيب هنسقيها بالسكر اهو. البزبوسة دي يا حبيب ما بتشربش ويا سخنة اوي. يعني دي يبقى مستهدي شوية من النار ودي بقى استهدي. السكر والبزبوسة يبقوا مش سخنين اوي. دفين كده. ودي يا حبيب البزبوسة اهو. ودي حبيب دلوقت هنقطع البزبوسة اهو. بسم الله. ودي حبيب البزبوسة خلصت اهو. وبعد كده بعد ما تطلع من الفرن وتسقوها تسقوها السكر. السكر يبقى تقيل يا حبيب. تسقوها السكر وكسبوها ساعة. على ما تقطعوه. البزبوسة يا حبيب بتحطها على درجة حرارة متين خمسة وعشرين. ولو هتعملوا كيس واحد حطوا معلقتين زبدة او سمن. عشان انا حطيت كتير عشان انا عاملة كتير. عاملة تلات اكياس. ودي يا حبيب البزبوسة خلصت اهو. السكر يا حبيب يبقى تقيل. البزبوسة خلصت اهو الريحة اخر جماية. ولو عجبكم الفيديو حبيب ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك للقناة. وكل سنة وانتو طيب.